اشتركوا في القناة المتابعين بدهم الابراج تظل مثل ما هي ان اظلها الاخبار الفلكية بعدين الابراج بعدين اذا بدنا نعمل اي فقرة اخرى زي سؤال وجواب اللي الان احنا مستمرين عليها ظلها مثل ما هي فقررت اني ارجع لنفس النمط هذا اللي هو نفس النمط القديم اتراجع عن القرار اللي انا عملته لانه شوي شفت المتابعين اما بالنسبة لموضوع انه نرجع نذكر احنا كل يوم البيوت بنرجع منعيدها للجميع يعني مثلا يوم امس واليوم نفس الكواكب نفس السعودة نفس النحوسة شبيهة لنفس الزوايا فاذا بدأ عيدها رح اعيد نفس كلام يوم امس فمعناته رح تصير العملية مكررة وكأنه انا يعني بدل ما اعمل حلقتين بحصير اعمل حلقة واحدة وهذا طبعا في كثير من الناس رح يرفضوا فاحنا منذكر اللي هي كل انتقال واستقرار القمر في برج منذكر الزوايا الفلكية او تحركات الزوايا والكواكب وتأثيرها في البيوت ايش هو فالواحد بعرف فيك زي ما كنو يعني فترة الفترة كيف ماشي وشو اهم الاشياء اللي بتأثر عليه والمكاسب اللي بتأثر عليه يعني مثلا اليوم احنا رح نحكي عادي اللي هي الابراج الطبيعية بحركة القمر مع الزوايا الفلكية الحلقة القادمة يعني القمر بكون انتقل الاسد لانه عطارد رح ينتقل كمان فرح نذكر عن عطارد فما رح نذكر بيوت الحلقة تاعة يوم السبت اللي بسجلها يوم السبت هي اللي يعني حلقة يوم الاحد هي اللي انا رح اذكر فيها بيوت فعشان هيك بتصير كل استقرار قمر في برج بنذكر فيها احنا وضع الكواكب في البيوت وايش التأثيرات اللي بتصير مع تحركات الكواكب الاخرى يعني بصير هيك شوي منخفف الضغط بديش اطيل بالكلام عليكو فخلينا نروح على توقعاتنا اليوم نشوف ايش الزوايا الفلكية وايش الاحداث اللي رح تصير خلال هذا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا احنا ليوم السبت عشرة تموز القمر موجود اليوم في برج السرطان طبعا رح يصير فيه خلوم مسار وفي نفس اللحظة القمر اليوم رح ينولد هلال عادة في ولاة الهلال بننصح الجميع اللي حاب يبدأ بمشروع او بفكرة او بموضوع معين يبدأ فيه دائما عند ولاة الهلال لانه بصير يعني بمضي اسبوعين اللي هي عند حالة اكتمال القمر بتتحقق هاي الشغلة او بيجي جواب قاطع على الاشي اللي هو عازم عليه طبعا بما انه هو رح ينولد الهلال بالسرطان هو بداية الشهر محرم فعشان هيك شهر ذو الحجة فعشان هيك منقول انه موليد برج السرطان هم اكثر الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من ولادة هذا القمر طبعا بما انه القمر في السرطان هذا اليوم فبتكون الاجواء مثل ما كانت خلال اليوم الماضي هي اجواء عاطفية بقوة نشعر بانه طاقة العاطفة او لقاءنا بالاحباء او حبنا لالتقاء الاحباء هي اكثر شيء الذكريات والامور الاماني هاي هي اللي بتكون مسيطرة علينا عملية الطعام واجتهاء الطعام او اكل الطعام بشراها برضو الفترة هاي بتسيطر علينا كمان هذا اليوم اهم اشي انه ما تنتقدوا احد لانه حساسية الاشخاص بتكون باوجها اه ممكن الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعقارات بالصيانة بالزراعة بالاهتمام بالبستني بالامور هاي او الاهتمام باطفالنا برضو هاي الفترة ممتازة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا اول زاوية هي زاوية اقتران هي ولادة القمر اه طبعا راح تكون زاوية الاقتران هاي ايجابية راح تكون الساعة واحدة وست عشر دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون الساعة دعش وعشر دقائق صباحا بتعزز عنا الخيال الخصب وبيقوى عنا الحدث بشكل عالي جدا وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بالابتكار كالفن والديكور والتجميل وغيرها اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية وهاي راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تيجي في ساعات تقريبا ساعة اربعة وتسع دقائق عصرا وكل الاوقات اللي احنا نذكرها بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء ومن افراد العائلة طبعا بعد الزاوية هاي بصير فيه خلو ومسار خلو المسار هذا راح يبدأ في الساعة اربعة وتسع دقائق عصرا وبيستمر حتى اليوم التالي لهو يوم الاحد تقريبا يعني بعد منتصف الليل السبت على الاحد بعشرين دقيقة بانتهي خلو المسار هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي فترة خلو المسار هاي لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما انه القمر ما زال موجود يعني بالسرطان فما راح نحكي عن خلو المسار القادم عمر القمر اليوم اللي هو القمر الجديد طبعا لانه القمر انتوا عارفين هاي اشهر عربية فعادة من اول ولاة الهلال بيبين انه يوم او يومين عشان يكمل الشهر ثلاثين يوم فبما انه الشهر هاد راح يجي مختصر يعني تسع وعشرين يوم فبيبدأ ما بيبدأ اليوم الاول بيبدأ اليوم الثاني فعشان هيك بداية ذو الحجة هي تبدأ ابتداء من الليلة هاي طبعا فلكيا ما قلنا احنا بالحساب اللي هو لرؤيته اللي ماخذين في بعض الدول طبعا او كل الدول بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد تسع وعشرين يوم في تمام ساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بندخل احنا في اليوم الاول ولكن الان احنا منقول يومين عشان اختصار الشهر او عشان يكمل الشهر ثلاثين يوم اما نسبة الاضاءة فهي صفر في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة مية في المية القمر في السرطان حتى يوم 11 سبعة الان هو سعيد بنسبة خمس واربعين في المية لغاية ساعات المساء يعني لغاية ساعات غروب الشمس اللي هو من هذا اليوم اللي هو يوم السبت بعدها بتنزل عن خمس واربعين في المية شوي لانه زوية التقابل وخلو المسار اما بالنسبة العطارد في الجوزاء لاخر يوم يعني يوم 11 سبعة بده ينتقل هو سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحسه بنسبة خمس وسبعين في المية المريخ في الاسد حتى يوم تسع وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عش في المية زوحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية بالنسبة لانبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل اهتمامكم الكامل لأمور إلها علاقة بالبيت فبتنهمكم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم الشيكو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من الخلاف أو الانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء بتكون كثيرة وممكن أنه ما تجد وقت للراحة في منكم ممكن يشعر ببعض الأمور الصحية في خلال هاي الفترة برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات لكثير اللي بتكون عندكم والنقاشات والحوارات بشكل عام كونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية بدك تنتبه لكلامك وحاول أنك تحفظ خط الرجعة خلال هذا اليوم عشان يعني ما تخسر الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم ممكن اليوم تتم من بعض اللقاءات أو الاجتماعات الفترة هاي ممتازة لعمل مفيد ممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية حاولوا أنك تخففوا من النفقات حاولوا أنك تنظموا أموركم المالية وحاول أنك ما تسمح للأقصاط عندك بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات وما تخلي أي أحد أنه يغشك بالفترة هاي أو يدفعك لتوظيف الأموال أو لاستخدام أموالك بطريقة غير مشروعة برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم اللي الفترة هاي بتزداد عزيمتكم وبترتفع عندكم المعنويات والحضوض يعني حاولوا أنك تبدأوا بالأشياء الجديدة والمهمة لأنه حكينا عن ولاة الهلال وبتكون عندك نجاح في كل التحركات أينما تشاء الفترة إيجابية بتلمس من خلالها انفرائج وتقدم برج الأسد طبعا التعب رح يظلم سيطر عليكم لليوم الأخير يعني ابتداء من الغد الأجواء رح تتغير بشكل واضح يعني بشكل ملموس حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العجل اخلدوا للراحة بتكون الفترة هاي فارغة وممكن نخفي أو تخفي وراءها عداوة أو مؤامرة أو انتقادات حدي عليك تجنب المشاكل قدر الإمكان راعي أعمالك وسيرها آخذا بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات الأهم تنتبه لصحتك صحيح أنه ما فيه شيء بخوف ولكن يعني راعي أمورك الصحية برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك أحدكم في مناسبة سعيدة وبتنجحوا أو في بعض الأمور ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بتحتاج بالفترة هاي لحجد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي فيها مجال للنجاح والانتشار حاول انك برضو انه تستغل هذا اليوم لإنجاز كل الأشياء المهمة لأنه خلال الأيام القادمة القمر راح يصير بالأسد يعني ببيت متعبك فبدك تدير بالك برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم إشي أنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف بتكون ضاغطة وممكن تحملك يعني بعض الفرص اللي ممكن تكون مهملة إلك وخصوصا على مستوى العمل كون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أول له يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام خلال هذا اليوم لكن بدك تحذر من الفوضى هاي فترة مناسبة للتشاور لعقد المفاوضات للمشاركة في مختلف النشاطات حتى على مستوى الامتحانات هذه فترة ممتازة ممكن توضط علاقتك بإعلاقتك العطفية أو في أشخاص أنت بتعرفهم وممكن تتلقى خبر من بعيد برج القوس طبعا ما زالت الأجواء شوي هيك بتخليك تركز على الأمور المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ممكن الفترة هاي ترغب في لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاول أنك تخرج مع الأصدقاء وحاول أنك تغير الجو وقدر الإمكان فكر بالغد فكر باستقرار وضعك المالي لا تستعجل توقيع أو عملية تجارية حاليا لكن ادرس الفكرة بكرة الأجواء بتصير أفضل لاتخاذ القرارات بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة يعني زي الأزواج اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذروا من المواجهات الكلامية الأجواء فيها سلبية والسلبية هاي ممكن يعني تخلي كيك تختلق بعض المشاكل حاول أنك ما تسمح للمشاكل أنها تظهر على الساحة في الفترة هاي حاذر من مخالفة التعليمات والقوانين وتعتبر هاي الفترة يعني ضاغطة بشكل كبير برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم في العمل أو مع رؤسائكم بالعمل وحاولوا أنكم ما تهملوا أعمالكم بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنه في الفترة هاي عندك مسؤوليات وعندك التزامات على أنواعها حاول أنك تكون حريص على صحتك أيضا لأنها فترة دقيقة ما في شيء بخوف ولكن الاحتياط واجب برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب أكثر من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الحظ بيقف لجانبك في كثير من الأمور أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك بالفترة هاي أو يخدعك يعني بدك تكون فطن ممكن تحمل لك هاي الفترة يعني انفراج بسيط أو تعاطف عشان هيك حاولوا أنكوا ما تقفوا مكتفين اليدين حاولوا أنكوا تتحركوا في كل الاتجاهات حاول تكسب من هذا اليوم قدر الإمكان لأنه في فرص ممتازة هيك منكون انتهينا من التوقعات والآن بدنا نروح لفقرة سؤال وجواب اللي حابب يكمل معنا فأهله سهله فيه أول مش سؤال أول طلب هو من صديقة عزيزة جدا ما حبت أني أنا أحكي اسمها يعني المراسلة كانت على الخاص وبعدين صار تليفون ما بينه وبينها عشان أسمع الحيثيات أو التفاصيل وبرضو فيه تعليق على أمر برضو من صديقة أخرى حكت عن موضوع هي سألت سؤال في حلقة أول أمس أعتقد وأنا جاوبتها عليه ولكن شفت أنه كثير ناس سألوني عن هذا الموضوع فحابب أني أنا أعلق عليه عساس نتفادة قدر الإمكان طريقة النصب الجديدة عشان أنه ما حدا يوقع فريسي لهاي الطريقة الموضوع الأول هو موضوع بتعلق في يعني ابنتها ابنت هاي الإنسانة تزوجت من فترة قصيرة جدا كانت في وضع مجتمعي راقي أو عالي أو يعني بدنا نقول أنه يعني كانت مدلة لكثير بين أهلها بين إخوتها بين عشرتها إلها مكانتها وإلها رونقها إلها جمالها حتى الشخصي والجسدي والنفسي اتزوجت من قريب لإلها أقل مستوى من مستواها فلما انتقلت من مدينة لمدينة ودخلت وشافت العالم الجديد أو الواقع اللي هي ما كانت تتخيله بهذا الطريقة انصدمت دخلت بحالة نفسية أنه كل إشي هي بدها إياه مش موجود الأشياء اللي كانت متعودة عليها مش موجودة ولكن هي يعني زي ما نحكي خلص يعني بدها تتأقلم مع الموضوع وجدت شخص بده يتعامل معها بطريقة غير طريقة أهلها فكانت هاي شكلت لها نوع من أنواع الصدمة فهاي الصدمة لأهل الزوج لأنه يعني بدناش ننذم فيهم ولكن العقول درجات لما شافوا البنت هاي بالطريقة هاي إنها مصدومة أو إنها متفاجئة من الوضع الجديد ما قدروا يسايروها بالمسايسة والمسايرة وحسن التعامل عشان يخرجوها من الوضع أو تحس إنها هي ما زالت بين أهلها بالعكس مسكوها راحوا فيها وين على الشيخ شوف هاي نقطة كثير ناس بتمر فيها بصور متاعين راحوا على الشيخ هذا فالشيخ هذا طبعاً من الرقاء اللي بيعتبروا حالهم يعني جهابذة اللي بضربوا الجن فمسك البنت بلش يقرأ عليها وبلش فيها خبط بهاي العصاي يضرب فيها يضرب فيها أخرج 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 طبعاً البنت تصرخ من الألم تصرخ من الوضع تصرخ من الحال اللي هي فيها إشي ما مر عليها طبعاً هو صار يدعي إنها هي مسحورة ومسقية قبل سحقة قبل الزواج وعشان يطلقوها وعشان مش عارف إيش طبعاً فالأهل اقتنعوا اللي هم المرافقين إلها اللي هم أهل الزوج فصار إنه بدوا جلسات أكثر فالمهم صاروا يأخذوا البنت هاي أكثر وأكثر على أكثر من شيخ أكثر من سيد أكثر من يعني هيك انفهم إنه الموضوع هذا في العراق طبعاً هو مش بس بالعراق هو موجود بكل الوطن العربي للأسف نفس الصورة هاي بتتكرر على أشكالها فالمهم أخذوها ضربوها بهدلوها دخلوها بحالة نفسية صارت البنت عندها يعني حالة نفسية شديدة جداً لدرجة إنه البنت هاي بطلت تعرف تنام بطلت تعرف تركز صار عندها خوف صار عندها نوع من أنواع الرهاب العالي جداً لدرجة إنه هي صارت تشك بنفسها صارت تشك بالأحداث اللي بتصير حواليها صارت تتوهم أشياء صارت تتخيل أشياء بالحقيقة هي مش موجودة لكن هي صدقت اللي هو اللي أقنعوها فيه يعني هيك شوفوا لوين وصلت إنها هي صدقت إنه هو في سحر وإنه السحر هذا جواها وإنه هي بدها تموت أو تتطلق وبدها 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 طبعاً متأخراً وصل الخبر لأهلها حاولت الأم إنها تسترجع بنتها بالحسنة جيبوا لي إياها أنا كفيل فيها أنا بتدارك الموضوع أنا بعالجها أنت بس ودوا لي إياها وهم هذولاك طبعاً مصرين إنه البنت عليها إشيء وما برجعوها لأهلها قبل ما يعالجوها طبعاً هذا الكرم الحاتمي فطبعاً راحت أيام وإجت أيام والأم مش قادرة توصل لبنتها ولا الأهل قادرين يوصلوا لبنتهم لأنه هذولاك مصرين على إنه بدهم يعالجوا البنت هاي آخر ما آخر طبعاً عشان تكمل الحجة أو عشان تكمل الفيلم هذا كله أخذوا البنت هاي راحوا فيها وين على واحد على إنه متمكن جداً يعني هذا ما خلى علم على وجه الأرض إلا سواه فالمهم مسك البنت نفس الطريقة حط العصاي صارت العصاي تلفها وتلف الهواء وبعدين نزل فيها ضرب بعمل شغلة معينة طبعاً فيه إحنا أشياء معينة في الروحانيات بنعرفها من بعض الناس إنه هو بقرأ فبيجبر القرين أو الخادم المعاء إنه يستخرج أشياء من جسمها اللي هي زي شعر وخرز وأشياء من هذا النوع فالمهم موصلها لمرحلة إنها توصل عشان يقنع فالمهمة البنت استفرغت فصار يقول إنه البنت هاي هنا شوفوا أنتوا شغل الشيطان وين فصار إيش يقول صار يقول اللي ساحريت لك مرت أخوك يعني مرت أخو البنت نفس اللي قاعد بعالج فيها وهي في المدينة وهي في المدينة والبنت هذيك ما لهاش علاقة في الموضوع ولكن بده هو يلبس الشمع على أحد على أساس أنه إيش متمكن ويخلق فتنة وحرب ما بين العوائل حتى البنت تفقد ثقتها في أهلها فهنا مباشرة البنت دخلت بحال نفسي سيئة جداً أكثر وصارت ترفض هي أساساً أنها ترجع لأهلها ليش؟ لأنه عند أهلها في مرت أخوها اللي ساحريتها فهنا البنت شو صار فيها؟ دخلت أول إيش هي صارت سايكو دخلت في حالة نفسية من الرهاب دخلت في أوهام والآن دخلت في تشكيك في أهلها شو ضللها؟ شفتوا لما واحد بده يساعد على جهل ويعمل على جهل ووصل لنتيجة إيش؟ حبيت أذكر هاي القصة من باب إنكوا تتنبهوا ومن باب اللي حواليكو إذا بدهم يغلطوا الغلط هاد إنكوا تنبهوهم إن شاء الله أنا بيصدد إني أساعدها يعني بيصدد إحنا قاعدين بنشتغل على الموضوع هاد عشان نساعدها ونطلعها من الجو هاد ولكن حبيت أني على طلب الأم أني أنا أذكر القصة هاي عشان الكل يتق الله في أهل بيته وفي بنته في محارمه في أزواج أقاربه في الناس اللي بيعرفهم ينبههم إنه هذول ناس ما عندهم لا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق كيف أنت رجل دين وفجأة تعمل فتنة بين عوائل تقطع الأهل من بعض من وراء كلمة فلانة أو شاكك بفلانة أو شايف وحد بحرف كذا أو شايف وحد صمرة شايف وحد بيضة بكل المسميات وبشبك الناس ممكن توصل لمرحلة القتل هاي عشان الواحد إنه كيف أنت عملت فينا هيك هذه لازم تنقتل هاي ساحرة وهي بتكون بريئة بس حبيت أذكر القصة صحيح طولت عليكو شوي ولكن عشان تفهموا هاي النقطة الموضوع الثاني اللي بنا نحكي فيه اللي هو موضوع النصب أجاني سؤال في أحد الأشخاص على قناة من القنوات طالع بفيلم جديد الفيلم الجديد هاد بيقولك اللي ما بيعرف ساعة ميلاده أو ما بيعرف تاريخ ميلاده يراسله على الخاص عن طريق اسمه اسم أمه اسم أبوه طبعا الموضوع هذا مقابل مادي هو بيطلع له تاريخ ميلاده الحقيقي وبيطلع له برجه وبيطلع له طالعه فطبعا هاي الأخت سألتني بدولي هيك 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 الموضوع فشو رأيك طبعا التعليق موجود على القناة قلت لها والله يعني أنا بدا سألك سؤال يعني لنفترض أنه أنت ورحت على هذا الشخص دفعتي له فلوس فهذا الشخص طبعا أخذ الفلوس وإيجا قال لك أنت برجك مثلا لنفترض الأسد وطالعك طالع الفيل أو طالع شو ما كان يكون يعني إيش يعني وذكر لك تاريخ ميلاد شو بده يأكد لك أنه هو صح ولا غلط خلص هو حسب وهيك طلع معه أنت شو بده يأكد لك بتقدري تنفي ولا بتقدري تأكدي فسكتت طبيعة الحال ما فيه جواب ففي النهاية الإنسان بتعلق في قشة فبقول لك هذه القشة خلص أنا بما أنه حسب لي وقال لي معناته هذا هو الصح فبعد فترة أنت بتيجي تراجع حالك أو تشوف مثلا بتتابع أبراج وهذا بتصير تقول ما إيش منطبق علي ما إيش يزابط معي أنا مش هيك أنا ما أقول لي أنه برجي كذا وكذا فتوصل لنتيجة أنه حتى لما أنت إذا صحيت أنه هو نصب عليك وأخذ فلوسك وكذب عليك بدك تراجعه سهل جدا يقول لك أنت أساسا مش عارف أنت بدي أحسب لك الخارطة الفلكية ممكن يأخذ عليها فلوس أو أبسط طريقة بسوي لك بلوك وبريح راسه فأنت تلقائيا خسرت فلوس وعشت بوهم وروجت له وفي نفس اللحظة راح ناس وانضحك عليهم بسببك حبيت أنوه لها النقطة هاي طريقة نصب جديدة عشان إذا مرت عليكم أو مر عليكم أشخاص بدهم يعملوها تقدروا أنكم تنقذوهم أو تقدروا تفهموهم أنه هذا الإشي ما يصير سؤال يوم أمس توجه لنا حبينا أنه نأجله قلت لكم راح أجله للحلقة هاي لأنه شوي راح أسترسل في بعض النقاط بدها تركيز الموضوع من صديقتنا مدى القمر حلوة هاي الحلقة اللي فيها عن الأسماء وطبعا كل الحلقات مشوقة ما في أحلى منها ياريت كل حلقة يكون فيها قسم عن الأسماء أو تصنيف الحروف والأبراج المناسبة وعلى أي أساس نختار الحروف للأبراج مثلا الأبراج النارية نحاول ننقلل الأحرف النارية أم عادي نتكون فيها طبعا أنا حبيت أأجل هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع بحاجة لنوع من أنواع التركيز في بعض النقاط فعشان تفهموها طبعا لما نيجي إحنا على شخص لأن أفترض أنه مولود برج الحوت لأنه يعني نيجي على النفسية لأنهم حساسين الزيادة يعني لهم طبيعة خاصة فيهم تختلف عن باقي الأبراج بالحساسية والشفافية الروحانية الأمور هاي فلما يجي هذا الشخص وتيجي تسميه أنت كمان باسم تكون الأحرف تبعاته أحرف مائية أنت إيش عملت فيه؟ أنت كسرت شخصيته يعني بمعنى آخر فوق ما هو ضعيف أنت ضعفته بزيادة وهو نفس العنصر مائي ومائي هو منسج معه ولكن طبيعة الحرف هذا مائي يعني بده يضعفه طيب لو إجيت أنا على حطيت له ترابي شو بصير؟ بصير جدي بصير إله شخصية بصير متحدث بصير تاجر يعني لعبت في العنصر أنا طب لو خلطت أنا مثلا بين الترابي ودخلت أحرف فيها ناري أنا أعطيته شخصية جريئة وعطيته قوة بذل حضور أعطيته جراءة بالمواجهة عكس برجه طب لو أعطيته ناري وخلطت له إياها مع هوائي بيطلع مجرم ممكن يستغل للبشر يطلع نصاب شفتوا كيف بتنحسب الأمور؟ فاختيار الأحرف واختيار الأسماء ليش هو علم صعب؟ وناس مستهينة بشغلة أنه الحرف والرقم الكون كل هذا مبني على حرف ورقم لو لا الحرف ما في نطق أسماء ما في كلمات ما في لغة ما في حوار ما في نقاش ما في دين ما في تفاهم كان لسه إحنا بالعصر الحجاري ولولا الرقم كان إحنا ما عرفنا لا نتصل تلفونات ولا نحسب فلوس ولا نعيش حياة ولا نحسب تواريخ ولا نحسب أوقات ولا نحسب ساعة ولا نحسب شيء فبلولا الحرف والرقم حياتنا جهل بجهل فالرقم والحرف هي ميزان الكون خلق الكون كل هذا بحرف ورقم وخلقت الأديان على حرف ورقم وكل شيء مبني بحساب الحساب الرياضيات الأحرف والحرف إلو عدد فكلها موازين داخلي في بعض عشان هيك لما نيجي نقول علم الأسماء أول ما علم رب العالمين آدم علمه الأسماء كلها فالأسماء اللي بتعلمها ببدأ كل إشي بصير سهل عنده عشان هيك هذا الموضوع رح نعمل في حلقات مطولة ورح نعمل عليه شرح كبير ورح أحاول أفهمكم طرق كثير للحساب وكيف بتنحسب وكيف بتطلع النتائج فما بقدر أني أجي في حلقات سؤال وجواب أو في فقرة من نفس الأبراج أجي أشرح عن هذا العلم لازم أنه يكون منفصل لحاله عشان أسترسل ولازم تصير على نمط الكتابة أكتبه قدامكم وأحسبه قدامكم على أساس أنه توصل الفكرة معلش اختلف صوتي لأنه شوي تعبت أنا من صدري فعشان هيك حاول أكمل الحلقة على أساس حتى لو أنا تعبان لأنه خلص استرسلت في موضوع فأعذروني لو ظهر سعلي أو ظهر سوء نفس فتحملوني يعني فهذا العلم علم مش سهل ومش بالطريقة اللي الناس بتتناقلها وعشان هاي ممسكرة وعشان ما النافي ولامل مش عارف إيش اللي العوجة وعشان هاي اللي بتعرج وعشان هذا الحرف زي البطة وعشان مش عارف إيش هذا علم علم جليل علم رباني زي ما عرفته كيف تسلسل لأمور تربطت في بعض فما بتيجي بالطريقة اللي بنحك فيها وتشويها والأسماء المناسب لهذا اليوم وإسمك وطاقة إسمك والأحرف الأسرار لإسمك اللي بتخليك تصير مش عارف إيش كله مش هيك ذا وقتها إن شاء الله ولكل حادث حديث سؤال لو سمع الدكتور سؤال هل ممكن أنه يتغير تأثير الإسم تأثير الإسم على صاحبه مع مرور الوقت تتغير حركة الكواكب والأبراج لا الاسم لا الاسم اسم يعني ما بتغير هذا ثابت خلص اسم فهذا الشيء ما بيتغير لا مع مرور الوقت ولا مع تأثير الكواكب ممكن الكواكب تعطيك طاقة إله لما ينطبق مثلا رقم الاسم لأنه رقم الاسم مرتبط فيه كوكب معين لما هذا الكوكب بيكون سعيد الاسم بصير طاقته سعيدي فبيسعد صاحبه ولما هذا الكوكب بصير نحيس برضو بينحس أو بيضغط على صاحبه شوي بيضعفه ولكن الاسم تتغير طاقته كاملة على مدى طويل لا هذا ما بصير سؤال من قمر الليل اقتران الشمس والقمر هل يوجد دعاء لهم طبعا اليوم هو زي ما حكينا في التوقعات أنه اليوم الاقتران يعني ولادة الهلال وكثير أشخاص بيسألوا عن هذا الموضوع أنه هل في دعاء هل في ورد معين هل في أي شيء من هذه الأمور أنا بقول هذه كلها خزعبلات يعني هذا كله من باب النصب أنت لحالك ادعي ربك ربك بيعرف لغتك وبيعرف علمك بعرف كل شيء عنك اتجه للقبلة ادعي ربك بما ينطق به فؤادك يعني اللي بتحدث فيه قلبك تحدث فيه بلسانك اللي بتشعر فيه واطلبه اللي أنت بدك إياه وحابه تقرب فيه رغبا شيء اسألهم من الله لا تقعد تقول دعاء بدي أدعي بدعاء الشيخ الفلاني لأنه حلو ولا لأنه هذا الدعاء انحكي عنه أنه سبعين ألف ملك كانوا يحملوا فيه هذا كان لها صاحبه صاحبه بدعي فيه صارت هاي الصورة مش كل شخص بدعي فيه بيصير عنده يعني أنت يعيي إلى الكو كم سنة وبتدعو اللهم إني قدم السني الضر وأنت أرحم الراحمين وبظل الإنسان مريض وبيش هذا لما توصل لمرحلة وكذلك ننجي المؤمنين يعني هذا مش لأي إنسان يدعي فيه لازم يصل لمرحلة أنه يصير مؤمن عشان هذا الدعاء يتجاوب معه ومين فينا يا ريت نوصل لمرحلة أنه إحنا نكون مسلمين أولا أما بالنسبة للأدعي فأنا بقول لك جد بنفسك ما استطعت وتحدث واطلق العنان للسانك واستشعر ما تقول به بقلبك وعش بمكنونه حتى ولو دمت عينك فالله يسمع ويرى وهو أقرب من لسانك ادعو وإحكي اغرد ما تخلي إشعيقك لا تقول هذا دعاء إفلان ولا فلان قلي أدعى هذا الدعاء وعيش سؤال سؤال من أخونا يوسف دكتور سعيد الله يسعدك سمعت في الحلقة اللي فاتت أنه ممكن يكون في برج بالحسابات للإسم وإسم الأم أنا كل اللي أعرف أنه برج الحوت العشرية الثاني وطالع الجوزاء وإسمي يوسف وإسم أمي مرسيل فهل في برج آخر لازم أتابعه ولك جزيل الشكر حبيبي هو شوف في الأبراج العربية عشان أنا أكون واضح معك الأبراج العربية هاي بتأخذ بالإسم وأسم الأم طبعا يجوا ناس قالوا اسمك والبرج الباطن والبرج المش عارف إيش وهاي طلعوا لها أسماء هذا اسمه البرج العربي البرج على طريقة الحساب الشرقي أو العربي هذا يعني خليني أنا أحسب لك اسمك عشان برضو المتابعين يستفيدوا من هذا الموضوع وإنتي بتراجع بعدية بتراجع الإشيهات بتشوف نسبة التطابق أو نسبة قديش أنت بتأخذ من البرج اللي رح تطلع نتيجته وبتكتب لنا تعليق عشان نثبت التعليق هذا ونعرف قديش بعطيك صفات من صفته يعني أنت برجك حوت وطالعك جوزاء ننشوف إحنا برجك العربي اللي هو من اسمك واسم الأم إيش بطلع وعلى أساسه أنت بدك تراقب أول إشي منيجي منفصل الأحرف عن بعض نكتبها متقطعة يوسف ومرسل يا واسين فا ميم ألف راسين يا لم نيجي ونكتب هسه حساب الجمل لهاي الأسماء لما نيجي نجمعهم مع بعض لأن هذولا بنجمعوا بدون تجفير يعني بدهم ينجمعوا بعددهم مثل مهمة فاسم يوسف بطلع مية وستة وخمسين اسم مرسل بطلع ثلاثمية وواحد واربعين نجمعهم مع بعض بطلع مجموع الأحرف هاي أربعمية وسبعة وتسعين ماشي؟ هذا الرقم التوتل بتاع الاسم الآن إذا إجيت جمعته مع بعض هيك يعني سبعة زائد تسعة زائد اثنين زائد أربعة عفوا بطلع معي عشرين بشيل الصفر بصير اثنين مرتبط بالقمر أنا هو أنا هذه الطريقة ما بزبط عليها طبعا فيه ناس بتشتغل على هاي الطريقة بقولك هذا البرج الباطن ماشي وفيه ناس بحسبوا عليها بقولك هذا برجك وهي الطريقة لا هو أنت بتمسك الرقم الكلي اللي هو أربعمية وسبعة وتسعين بتظلك تطرح منه تنزل منه أو تختصر منه طنعش يعني طنعش ناقص طنعش ناقص طنعش ناقص طنعش بتظلك تنزل لحد ما يوصل معك رقم غير قابل للتنقيص من رقم طنعش يعني لو كان ثلاثتاش ناقص طنعش يعني برجك هو البرج الأول اللي هو الحمل لو برجك تسع بمعناته باجي على البرج التاسع بشوف إيش هو اللي هو القوس معناته برج القوس الآن أنا لما بعمل عملية التنزيل هاي اللي هي أربعمية وسبعة وتسعين ناقص طنعش ناقص طنعش بطلع معي الناتج هو رقم خمسة رقم خمسة هذا مرتبط بالبرج الخامس اللي هو الأسد الآن أنت بدك تتابع برج الأسد بدك تشوفه تقرأ عنه عن صفاته بعدين تقول شو بتأخذ أنت من الصفات هاي اتقارم تقول أنا بأخذ عشرة في المية بأخذ عشرين في المية بأخذ خمسين في المية بأخذ مية في المية اكتب لنا النسبة في تعليق وخلينا إحنا نشوف قديش النسب عشان الناس تعرف إيش يعني البرج الباطن وفي نفس اللحظة حاول أنك أنت تسمع لك لمدة أسبوع أو عشر أيام أو شهر إذا طارت تسمع برج الأسد تشوف الأحداث بتنطبق عليك وبرضو في نفس اللحظة راح نرجع يعني بتكتب لي تعليق أنت راح نرجع بتقول لي أنا اللي سألتك يوسف سألتك عن كذا كذا وأنا رقابة حالي لمدة شهر وجدت أنه أنا ينطبق علي وبيأثر علي أكثر من برجي وطالعي يعني من نخذك بحث علمي أو بحث دراسي عشان الكل ينتبه واللي بعرف الطريقة هاي أو بعرف اللي هو جدول الأحرف موجود هو على الإنترنت يعني اكتب أنت أبجد هوز حطي كلمهم أو حساب الأرقام حساب الأحرف بطلع لك الجدول هذا احسب اسمك بنفس الطريقة ونقص على 12 البرج اللي بطلع معاك راقبه وبعدين بنشوف كل واحد يكتب تعليقه عشان نعرف قديش بيأثر عليكم أنا بعرف النسبة قديش يعني أنا بالنسبة لإلي لأنه هذا شغلي فبعرف قديش بعطي النسبة أنا بدي أشوف أنه يعني نعملها كدراسة حال وإنتو هل ينطبق عليكم هذا الشيء هل بيأثر عليكم بنسبة عالية هل بعطيكم طاقة عالية جدا هل في أشخاص ممكن توصل أنه هو اللي يتحكم فيهم أكثر من البرج الشمسي والطالع فخلينا نشوف آخر سؤال طبعا عشان طولت كثير وأنا عشان تعبان فعشان هيك يعذروني السؤال من يامن أم يامن دكتور سعيد يسعد مساك سؤال هل يوجد رقم سري لكل يوم من الأيام الأسبوع مثلا يوم الثلاثاء رقم سري يساوي تسعة آه فهمت عليك هيك هل يوجد ورد يومي نشحن به الطاقة ما حكيت عنه قبل شوي اللي هي الأدعية أنه هذه شغلة الأوردة أخذوا فيها بعض الفئات الصوفية مثلا بعض الأشخاص يعني بدنا نش نذكر إحنا صفاتهم شو هم أخذوا منها واستخدموها كأوردة أو ورد ولكن حسب ما معرفتي لما يجوا أشخاص يطبقوا هاي الأوردة قال ما بتزبط معاكو لأنه لازم الشيخ تبعك اللي هو شيخ الطريقة هو اللي يعطيك إذن بقراءة الورد هاد عشان هاد يعني تقوله مع مفتاح السماوات عشان يوصلك للسماوات ما اقتنعتش بالفكرة هاي يعني ما ركبت بدماغي في ناس أخذوها أخذوها عن مشايخهم أنا بعرف أنه في أشياء معينة لا تأخذ إلا من معلم وتلتزم فيها من معلم ولكن مش ورد منشور بكتب وبين إيدين الناس ولازم أنا أرجع عشان أنا أخذ الإجازة من الشيخ تبعي عشان يسمح لأدعي هذا الدعاء عشان هذا الدعاء لأنه إذا غلطت عشان يحمينهم تحمي في مين؟ طب أنا أدعي ربنا معناته إذا بدك تحميني معناته في طرف ثاني بده يذرني معناته في شي غلط معناته في علامة استفهام معناته أنا ما بأخذ بكلامك وصلت أنا كيف طريق التفكيري؟ يعني أنا بفكر بالمنطق وبالعقل ما بمشي مغمض زي هداك الإشي مغمض على العيوني وماشي أنا بحاول أفهم إذا ركب الكلام مع عقلي وشفت إنه ما إلو أي مجال إنه يضللني أو إني أغلط من خلاله ما بسوي لما أشوفه مكتمل تماما وشفت إنه مية في المية رح يعطيني اللي أنا بدي إياه بدون ضرر وبدون مشاكل وبدون ما أغضب ربنا وخالف شرع الله لا بعمله بدي إياكه هيك تكونه هسا بالنسبة للأرقام عشان ما نشت في درس دين في الموضوع هذا طبعا كل يوم إلو كوكب مرتبط فيه وكل كوكب إلو رقم أنت ذكرت يوم الثلاثاء لأن أنا ذكرته في الحلقة الماضية فرح أكمل لك أنا هذا الموضوع هسا يوم السبت هو كوكب زحل ورقم ثمانية يوم الأحد اللي هو سن يوم الشمس فهو كوكب الشمس والشمس رقمها واحد يوم الاثنين مون يوم القمر يوم الاثنين القمر ورقم ثمين يوم الثلاثاء المريخ ورقم تسعة يوم الأربعاء عطارد ورقم خمسة يوم الخميس المشتري ورقم ثلاث يوم الجمعة الزهرة ورقمها ستة هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء